موقعك الجغرافي تفاصيلها يعني كل اللي شد انتباه حضرتك فيها وحبيت انك تنقله للقارئ كان ايه؟ تمام طبعا موقع الفصطات الجغرافي بشكل اساسي نقدر نقول دلوقتي حي مصر القديمة لكن كانت ضم كمان اجزاء من الاحياء المحيطة بي حي السيدة زينة بحي الخليفة حي دار السلام حي البساتين كل دي مناطق دخلت في تكوين الفصطات في مناطق ايه يعني في اوقات توسعها طيب اهم منشآتها او معالمها الفصطات واحدة من اكبر المدن العربية التاريخية يعني من نكلم عن المدن العربية التاريخية في العصر الحضارة العربية الاسلامية الفصطات واحدة من اهم المدن اللي كان عندها رصيد كبير جدا من المنشآت صحيح موظمها اندثر لكن ذكرت لينا ان مثلا المساجد الجامع لما نقول ان اهم معلم في المدينة العربية التاريخية دايما بنذكر المسجد الجامع او بيسمى الجامع العتيق مثلا في موظم المدن بنذكر مثلا الجامعة الأزهر في القاهرة بنذكر الجامعة الأموي في دمشق طبعا الفسطات عندنا جامعة عمر وكان بيعرف بالجامعة العتيق واحد من أهم الجوامع التاريخية اللي حظيت بإنشاءات وتوسعات وإضافات في كل الوصور عندنا كان في الفسطات مسجد جامعة مهم لا يقل عن جامعة عمر لكن دثر مع الأسف كان اسمه الجامعة الناصري أو الجامعة الجديد بناء الناصر محمد بن قلوون كان عندنا بعد كده في المنشآت الدينية الأخرى المساجد غير الجامعة أو اللي هي المساجد اللي كان بيوصلة فيها الفروض بس ودي وصل عددها في عصر التأسيس بس بنتكلم في العصر من أول عصر عمر بن العاص والعقود اللي بعده كان عددها 254 مسجد بعد كده هنلاقي كان فيه عدد من المنشآت المهمة في عصر التأسيس وما بعده ده اتكلمت عنه في الفصل الأول عن المؤسسات داخل مدينة القسطات المؤسسات اللي كانت في عصر التأسيس يعني مثلا هنلاقي في عصر التأسيس ده طبعا كان فيه دار الإمارة اللي كانت بتحكم منها المدينة وكان بتحكم منها مصر دار الإمارة بتاعت عمر بن العاص كانت جنب جنب عمر بن العاص بتاعت الولاي اللي بعد كده مثلا بتاعت عبدالله بن سعد بن أبي سرح كانت جنب قصر الشمع غير دار الإمارة مثلا هنلاقي إنه كان فيه الديوان اللي كان برضو بتدار منه الأمور هنلاقي إنه كان فيه بيت المال بعد كده هنلاقي إنه كان فيه منشآت اقتصادية كان فيه طواحين كان فيه أهراء اللي هي الشوان اللي كانت بتخزن فيها الغلال وكان فيه بعد كده كمان منشآت صحية زي الحمامات وطبعا أنشأت طبعا الجبانة اللي هي الأرافة اللي فضلت تتوسع بعد كده وحفظت على تاريخ وجودها مع الفصطات ومع القاهرة بعد كده لحد الآن فدي طبعا منشآت في عصر التأسيس بس بعد كده مع العصور اللاحقة اللي شهدت ازدهار أكبر وشهدت تطورات حضارية أكبر كانت الفصطات بتشهد نشأة أنواع أشد تعقيدة من المنشآت أو أشد تطورا زي مثلا ده حضرتك اتكلمت عنه في الفصل الثاني وهو كانت أزهى عصور الفصطات أو أزهى عصور مدينة الفصطات صحيح يعني مثلا هنلاقي المنشآت التجارية اللي عرفت بالقياسر اللي تطور اسمها بعد كده للوكالات اللي هي كانت شيء أشبه مركز تجاري أو مول تجاري بمعايير العصر ده فهنلاقي كان فيه قياسر كتير جدا في الفصطات نشأت من عصر عبدالعزيز بن مروان العصر الأموي مثلا وبعد كده بقى طبعا نشأت قياسر كتير جدا